بارك الله فيكم وزاكم الله خيرنا السؤال هل يجوز للمسلم أن يأخذ إعانة من الدولة يعني من الجوب سنتر هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الإعانات إذا كان المسلم محتاجا ولا يجد عملا بعد أن يبحث يبحث عن عمل لم يجد عملا وهو محتاج فلا بأس أن يأخذ إلى أن يجد عملا وبعض الناس يسموا هذا الأمر يقول الراتب من الجوب سنتر هذا كلام خطأ هذا ليس راتبا وإنما مساعدة لك حتى تعيش إلى أن تجد عملا تستطيع وهذا من رزق الله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر أما التحايل على الجوب سنتر والإنسان عنده ملايين وعنده بيوت ويذهب ويأخذ مساعدة فهذا فيه غش وخداع وكذب والمسلم لا يرضى أن يكون دنيئا ولا أن يجعل الآخرين أن يحتقروه ولا يجلس مسلم أن يجعل نفسه محتقرا من الآخرين هذا هو حديث عند أبن ماجر رضو الله عليه لذلك انتبهوا لي هذه المسألة بارك الله فيكم أولا الجوب سنتر مراتب بارك الله فيكم المسألة لا يجعله من المسألة يجب الله سبحانهنا تحصد مجدور بهم وتس كلم 네 يوم نتحيج وليغت و قد مجدر من النموضي يمكن من carriesي وليغت السبب مجدر هذه هي توفrtت نشط في نتيجح تستطعي 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 أردلي تستطعي ونظر أي دقيقة من الوضع واليشعور وفيس أنت تقلق بيوانا أعلى أن تقلق بيوانا يعني أنت مجتمع ولم يلأ تجربة من يلأ أنت نعم وإن تقلق بهم لأسفت منهم لذلك تقلق ويامواني يستلتepائه وييجرح ايضا لا يجب درم